السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في مطبخ حسناء سليف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كنتشكركم أخواتي شكر كبير بزف بزف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم فشكرا لكم أخواتي كما كتلاحظوا معي اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم هاد مني حريشات بتفاحلي كيجيو صراحة قيمة قيمة طروها إن شاء الله أخواتي مني غدا تجربوهم غير يبقوا معتمدين عندكم يعني دغاية وجدهم متي ياخدوش حتى وقت طويل في التحضير فإن شاء الله أخواتي تجربوهم بصحة والراحة وينالوا إعجاهكم ولكنتو أول مرة كتزوروا القناة لا تنسوش الاشتراك في هذا الضغط على الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد فاندزوا المكونات وطريقة التحضير فخليوكم معي بإذن الله إذن أخواتي دوم المكونات اللي غنحتاجه فأنا كنخدم قبل غير بنصف الكيمية فأنا اليوم دوبلت الكيمية ديال هاد الحريشات نخلي لكم حتى القياس بنصف الكيمية عندي هنا تفاح قطعته شرائح تكون رقيقة بزاف يكون الموسم ماضي وتقطعه شرائح رقيقة بزاف عصر على تفاح الحامض جوج خمارات قشرة ديال ليمونة كبيرة محكوكا كاس اللاروب زائد كاس اللاروب ديال الزيت جوج كيسان صغار ديال السكر عندي جوج كيسان ديال العنبة ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة عندي جوج ضانون بنكهة الفاني وعندي ربعات ديال الحبات ديال البيض ضيف عليهم شوية ديال الملح فهذه هم المكونات أخواتي فاندزوا ده بالطريقة التحضير خليكم معي بإذن الله فأول شيء أخواتي خديت واحد الإناء اللي غنوضع فيه ربعات ديال الحبات ديال البيض فبالنسبة للكيمية اللي ممدوب لاش أنا كما سبق وذكرت لكم دوبلت الكيمية فجوج حبات ديال البيض كاس اللاروب ديال الزيت كاس صغير ديال السكر خمارة واحدة ضانون واحد كاس ديال السميدة وكاس ديال الفورس سيعطيكم عشرة ديال الحريشات نخلي لكم القياس ديال القطر ديال المول اللي قدرت فيه هات الحريشات ان شاء الله في صندوق الوصف فتقريبا غيكون عشرة سنتين وغدا نخدم المكونات مع بعضها مزيان في هات الشكل هذا حتى يضعف لنا الحجم ديال البيض وكي تبدل لنا اللون ديال البيض الأصفر فاتح بحلي غدا نخدمه كيكا عادية كان بدأوا بسرعة منخفضة ومن بعد كنزيدوا بسرعة الطراب ممكن ايضا نخدمه هاد السوائل كلها في الكاس اللي كان طحنوا فيه العصير فكت جي نفس النتيجة وكان استعمر اخواتي بات الشكل هدا وكنت نسيت ما حطيتش جوج كيسان ديال الما عادي فلا درنا نصف الكمية نديروا كاس واحد ديال الما نخلي لكم ان شاء الله المكونات بالمقدار العادي ومدوبلا اللي خدمت بها اليوم ان شاء الله فكنبدأ اخواتي كيما العادة كنضيفوه في الزيت دفوعات منتة تالية باش ما كي ينزلش لنا البيض اللي طلعنا وبالتالي الاسبوسات يجيونا اولا الحريشات يجيونا شوية آآ طالعين وكنستمر اخواتي في الخفق بهذا الشكل هدا وانا كنضيف في الزيت حتى كمت الكيمية ديال الزيت وبديت كندير ضانون ايما بنكهة الباني اولا بنكهة ديال الموز فانكمل هاد الكيمية اللي عندي ديال ضانون وانطلق معاكم ان شاء الله باش نضيفو الكيسان ديال اللي عبرت بهم الما الما غي عادي ما سخون مدا في موالو غي مروبيني غنخدموه به ان شاء الله هو اللي بديت كنضيف دابه في الما على دفوعات متتالية ايضا حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي وكتبقى ان القشرة ديال الليمونة اولا ديالجوج ليمونة صغار اولا برتقالات كنضيفوها حتى الاخير صافي ونستمر نضيف الكاس تاني ديال الما على دفوعات متتالية بهذا الشكل هذا دائما سوائل كنضيفوها على البيض اولا النواشف كنضيفوها دائما على دفوعات متتالية والاخواتي ضفت قشرة ديال برتقالة حولت في اينا اخر باش يهزلي الكيمية مازال غنضيف دابه طحين فتسبقوا دائما تفاح والول وتعصروا عليه الحامض باش ميك حال شنال تفاح وكنكملوا الخدمة ديالنا عادية ومع التفاح سناخدوا المولات كندهنهم بزبدة وكنرشهم بسميدة رقيقة وكنحطهم حتى هم على جنب باش كتجينا الخدمة سهلة وكنسر بيوضغية اخذيت هنا يا جوج كيسان ديال الدقيقة الابيض اضفت علي جوج كيسان ديال سميدة رقيقة ديال الحرشة ماشي في نوع انما سميدة رقيقة ديال الحرشة وضفت جوج خمارات ووزن الكيس الواحد هو 8 جرام يعني مجموع الخميرة ديال الحلويات هو 16 جرام وغدا اندمج هاد المكونات مع بعضها مزيان بهات الشكل هذا وكنبدا نضيف في طحين على السوائل اللي عدنا بالطراب اليدوي حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي ان شاء الله فهنا كيما كتلاحظوا اخواتي غدا نبدو نضيف الطحين بالمعلقة بالمعلقة اولا نخدم بالطبصيل غي هو ما ننزلوش على هاد السوائل اللي ضفنا بالطحين على جوج مرات اولا على ثلاثة لانه وغادي نزلنا البيض اللي طلعنا وبالتاني ما غيجيوناش هاد الحرشة طالعين وانما غيجيونا ننازلي لتحت ونفس الشيء بالنسبة البسبوسات اولا بالنسبة لكيك او للكاب كيك دائما نختم كما كتلاحظوا معي اخواتي بهات الطريقة هادي فنضيف الطحين بهات الشكل هادا فكيجيو صراحة قيمة قيمة بالروعة اخواتي ان شاء الله مني غتجربوهم غيبقوا دائما معتمدين عندكم باذن الله فنكمل اخواتي الطحين اللي عندي بهات الشكل هادا وغضا ناخد طرر بالكهراء باقي باش نتأكد باللي العناصر راه ندامجونا مزيان صافي فالطحين نغرب له والسمي دا حتي نغرب لها باش كيجينا يعني النتيجة مزيانة دي اللي كيك او للبسبوسات او للحريشات وخيكون عدنا يعني ما غربل نعود ونغرب له باش لها وقت يدخل هنا في الطحين وكيجينا يعني الكيك او البسبوسات او للحريشات في حال هكا طالعين وكيما لاحتوا هنا اخواتي خدمت بالطرر بالكهربائي باش نتأكد باللي العناصر راه ندامجو مع بعضهم زيان غي وحط نص دقيقة كتكون كافية وانطلق معكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله هنا كما كتلاحظو اخواتي عندي هاد هادو دي اللي كيش هما اللي غنخدم بهم هاد الحريشات كما سبق وذكرت لكم تهنتهم شوية دي الزبدة ورشيتهم بستميدة رقيقا هي نفسها اللي خدمت بها وغدا نعمر هاد المولات هادو به هاد الخليط هادا فانا عندي كما سبق وذكرت لكم الكيمية مدوبلة غدا نسين حتى يطيبوا لي هاد هاد الدفعة هاد الطيبلية ديال هاد الحريشات هادو ونعاود نمسح هاد المولات ونعاود ندهنهم ونرشهم شوية دير السميدة ونعمرهم مرة اخرى فكتكون عندي الكمية تقريبا قد قدوا وانما غنزيد واحد جوج حبات كيبقوا لي بالخليط واخديتها نتفاح كنحاول نستفو اخواتي في الوسط ديال هاد الحريشات هادو فالتفاح مع الحامض يبقى نحافظ لنا على اللون دياله فهدك السيرو اللي تنزل لنا من التفاح تيجيوا هاد الحريشات هادو بحل لي مسقيين بشي سيرو ولكن رب ما غنسقيهم حتى بشي سيرو كما غتلاحظوا معي ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فان كما ان شاء الله نستفو هاد تفاح هادو في هاد الميني حريشات هادو فالفران دابرة يسخن دائما الفران كنشعلو غير تحت يعني العافية كتكون تحت الحريشات حتى كيبانو ان يعني يتحمروا بقى وخاصهم تحمار من الوجه ديالهم كننزلهم يتحمروا في الوجه ديالهم وكنن نقصوا الفران باش ميتحرقش لنا التفاح لانهم قطع رقيق بزاف كيم بلاحظوا معي نحاولوا قدر المستطاع الرقو الشرائح ديال التفاح بشي موس يكون ماضي ونطلق معكم ان شاء الله في الشكل نهائي هادو الشكل نهائي اخواتي كيم ما كتلاحظوا خديت شوية دي اللاسل سخنته وخليت هاد الميني حريشت هادو احتى آآه برده ودهنتهوم به هذا دهنة خفيفة وضعت شوية ديال اللوز في الجناب فاتيبقى ليكم اخواتي الختيار فكيوم سراحة بنال واحد درجة كبيرة كبيرة بزاف وحتى بالنسبة يعني لقطر ديال آآ سيبقى ليكم الختيار وكيم ما كتلاحظوا معي اخواتي هادو الشكل من الداخل لاحظوا كيجيوا مفركين وكيجيوا بحل يمسقيين يعني بشي سيرو وحنا ما سقيناهم تبشي حاجة ما غا تسقيهم بوالو إلا سقيناهم يعني بشي سيرو غايجيون يعني فازقين بزات فما تسقيهم تبشي حاجة لأنهم أصلا هما أخواتي تيجيوا ورطميل لحد درجة كبيرة مع السيرو اللي تيكون في تفاح فكم تمنى أخواتي الفكرة والوصفة تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله تجربوها بصحة والراحة أو أي حاجة أخواتي ما واضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوها لي إن شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها بإذن الله إلا بغينا نحساب دبيهم في المجمد فما ندهنهمش نهائيا بالعسل وما نديروش لهم اللوز كنخليهم عاديا حتى كنبغيهم كنجبدوهم من المجمد بغيناهم في العشي نجبدوهم في الصبح تطلقوا ونديرو اليوم شوية دي العسل ونزينوهم على حسب الرغبة ونقدمهم بالصحة والراحة فكيبقوا كما طيبناهم أول مرة ما كتوقع عليهم تشي حاجة وبالنسبة لتمن البيع أخواتي فهو 4 درهم بالنسبة لأخوات اللي يعني يسولوني على التمن البيع فهو 4 درهم الحبة الواحدة فهذا هو الشكل أخواتي كما كتلاحظوا فلا بغيتوا يعني تديروهم في مولات أوفال ممكن يعني كيبقى لكم أخواتي الاختيار بغيتوا تصغروهم فتصغروهم غدي يجيكم كمية كثيرة فهد الكمية اللي خدمت بها أنا بغيتوا تديرو نصف الكمية فأيضا تعطي كمية يعني على حساب انتوا مش حل بغيتوا ان شاء الله فكل ما كانت تفاح رقيق كيما كتلاحظوا يجي الشكل زوين وكيجينا يعني تفاح طيب إلا كانت تفاح غليد فالبسبوسات غير طيب وغيبقى لنا تفاح قاصح كنشكركم أخواتي شكر كبير بزف بزف على حسن المتابعة ديالكم على تعليقاتكم وعلى التشجيع ديالكم فشكرا شكرا لكم أخواتي ما بقى ليا إلا نقول لكم صلى الله وفرسكم بزف والسلام عليكم ورحمة الله